اشتركوا في القناة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بافتتاح مقر القنصلية العامة لمملكة البحرين في دبي وفي بداية الحفل قام سعادة وزير الخارجية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ثم قام بجولة في أرجاء القنصلية واطلع على ما تضمه القنصلية العامة من مرافق وبهذه المناسبة ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة عبر فيها عن بالغ الاعتزاز والتقدير لعمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مجسدة التلاحمة والتضامن الأخوي معبر عن تعاون ثنائي شامل في مختلف المجالات في ظل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حافظهم الله ورعاهما وأعرب سعادة وزير الخارجية عن سعادته بافتتاح القنصلية العامة لمملكة البحرين في مدينة دبي بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معربا عن تطلعه أن يكون افتتاح هذه القنصلية خطوة متميزة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وأن تسهم بجهودها الدبلوماسية في خدمة مصالح المواطنين البحرينيين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة وأعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حافظه الله على موفرته حكومة دبي من دعم واهتمام ورعاية شاملة لتسهيل افتتاح هذه القنصلية في مدينة دبي العامرة بتاريخها ووجهها الحضاري وسمعتها الدولية كمدينة عصرية زاخرة بالتطور والانفتاح منوها بالتعاون البناء والمساندة المتواصلة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفارة مملكة البحرين في أبوظبي تعبيرا عما يربط بلدينا وشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة والبحبة وروابط التاريخ المشترك والمصير الواحد وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تمنياته للقنصل العام والعاملين في القنصلية التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم إلى الوجه الذي يخدم مصالح مملكة البحرين ومواطنيها ويعزز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين